اهلا بكم في حلقة جديدة من المجال معكم محمد عمر والبداية في العنوين مع احتدام المعارك في افغانستان طهران تعرض الوساطة بين الحكومة وطالبا وتطالبهما باتخاذ خطوات صعبة مشروع قرار عربي في مجلس الامن بشأن سد النهضة الاثيوبي والامم المتحدة تطالب اطراف النزاع بالعودة للمفاوضات وهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة تستهدف قواعد تضم جنودا امريكيين في شمال وغرب العراق نستهل المجال من افغانستان حيث شنت حركة طالبان اول هجوم على عاصمة ولاية في شمال غرب البلاد منذ بدء هجومها الاخير على القوات الحكومية فيما يشارف انسحاب القوات الامريكية من البلاد على نهايته وجاء هذا التطور فيما تستضيف تهران لقاء افغانيا بين ممثلين عن حكومة كابل وحركة طالبان من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجيلا فروف ان الوضع في افغانستان يتجه للتدهور وبسرعة وان روسيا مستعدة للدفاع عن حلفائها بالمنطقة اذا استدعى الامر ايمان جاد معه المزيد من التفاصيل تفضل ايمان نعم محمد فالفراغ وصفة جيدة لصناعة حرب جديدة كلمات لوزير الخارجية الايراني محمد جواب ضريف قالها تعليقا على ما يمكن ان يحدث بعد الانسحاب الامريكي من افغانستان المتوقع اكتماله نهاية اغسطس القادم ولذلك تسعى ايران جاهدة لمحاولة احتواء تداعيات هذا الانسحاب عبر التعاون مع ما اعتبرته يوما عدوا لدودا قرب حدودها فاليوم طرع ايران مباحثات بين الحكومة الافغانية وحركة طالبان وهي الحركة التي تختلف مع ايران عقديا وعلى يديها دماء عدد من الدبلوماسيين الايرانيين قتلتهم طالبان في مدينة مزار شريف عند اجتياحها افغانستان في تسعينيات القرن الماضي لكن طهران سرعان ما كتمت انتقامها ودشنت مع الحركة علاقة هي اقرب للهشاشة منها الى القوة وفي كواليس مباحثات اليوم مخاوف متجددة لدى طهران على انها القومي فقبل عامين قالت الخارجية الايرانية انه من المستحيل ان لا تلعب طالبان اي دور في الحكومة الافغانية المقبلة لكنها شددت على ان لا تكون الحركة هي المهيمنة على الحكم في افغانستان كما يمكن لطهران اعادة تأسيس محور ايران روسيا والهند لدعم انتقال سياسي جديد على الاراضي الافغانية بعيدا عن الرؤية الامريكية غير ان التعقيد الذي تواجهه الحالة الايرانية في افغانستان سيجعل طهران تمارس دور الاطفائي لاي تصعيد مفترض في الداخل الافغاني سواء عبر دعم جهود حلفائها لضمان الاستقرار وتعديز امن الحدود او ربط الاستقرار في افغانستان ضمن مسارات الحوار الحالي في بيانا مع الولايات المتحدة وستكون الاستجابة الايرانية للحالة الافغانية فيه معتمدة بصورة كبيرة على درجة التهديد الذي قد تواجهه مستقبلا لكن تداعيات الانسحاب الامريكي من افغانستان لن تتوقف عند حدود ايران فهذا البلد الفقير الجبلي المشهور بشعبه الصلب غير المتجانس يتشارك الحدود مع دول اقليمية كبرى كباكستان وبجواري او ليس ببعيد عن قوى عظمى او شبه عظمى مثل الصين التي لديها حدود قصيرة مع افغانستان وروسيا والهند وفي وحل اراضيها غرقت الامبراطوريات الهندية والبريطانية والسوفيتية واخيرا الولايات المتحدة الامريكية وهذا تاريخ ربما ينبئ بما تنتظره تلك البلاد بعد تمام انسحاب واشنطن منها والتي اكتشفت بعد عشرين عاما انها تقاتل في تلك البلاد نيابة عن الاخرين الروس وصينيين والايرانيين وان كانت دخلت من اجل قتال القاعدة وانتقمت لكنها قاتلت من يجب ان تقاتلهم هذه الدول بذلا عنهم عند حدودها فبحسب صحيفة واشنطن بوست كلفت الحرب الامريكية في افغانستان ثلاثة تريليونات دولار بخسائر مرئية فقط دون الخسائر الاخرى فضلا عن السمعة الدولية التي التصقت بالقوة العظمى في العالم عمر الانسحاب امام حركة صغيرة غير مدعومة من اي دولة مقابل دولة قادت تحالفا من ثمان وثلاثين دولة لكنها تخرج اليوم دون معرفة من المنتصر وعلى عكس حرب افغانستان تنتهي بعض الحروب مفسحة الطريقة امام حالة من الازدهار كما حدث في الحربين العالميتين الاولى والثانية لكن مع اقتراب الحرب الامريكية داخل الاراضي الافغانية على نهايتها لن يكون هناك استسلام او معاهدة سلام ولا نصر نهائي ولا هزيمة حاسمة بل ربما تكون بداية حرب جديدة تدور رحاها في بلاد الفة الحروب ويطال غبارها من فرح يوما بالغرق الامريكي في وحل افغانستان اليك محمد شكرا لك ايمن هذا ما يخشاه الجميع ان تغرق البلاد مجددا في وحل الحروب الاهلية نذهب مباشرة الى اسلام اباد وينضم الينا من هناك الكاتب والباحث السياسي علي مهر اهلا ومرحبا بك سيد علي سيد علي ما اهمية اجتماع تهران في ظل هذه التطورات على الارض طبعا هذا الاجتماع له اهمية كبيرة لايران نفسها ايران خائفة اولا من حركة طالبان الرغم التقارب الذي لاحزناه منذ سنوات لان التجربة الايرانية من خلال التعامل السابق مع طالبان هي تجربة مريرة نعم فايران لا تريد اعادة نفس التاريخ فايران الان يسعى تسعى لامرين الاول ابعاد ضاعش عن حدودها في افغانستان ثانيا لا بد من مشاركة حلفائها من الاحزاب الشيعية والاحزاب الاخرى الموالية لايران في الترتيب السياسي المستقبلي وهنا ينبغي ان اوضح ان الذين يتمعون الان في تهران هم ليسوا ممثلون حكوميون للافغان هم اصلا طالبان وممثل الاحزاب السياسية منها الشيعية او عرقية الذين هم يعتبرون مقربة او موالية لايران سيد علي طالبان تذهب الى هذا الحوار في تهران وترحب في تفعيل اي اتفاق سياسي حسب ما اعلنت وما اعلن الناطق باسمها في الدوحة لكن في الوقت ذاته تسيطر على العديد من المناطق وتزداد وطيرة هذه السيطرة ما تعليقك على هذا التضارب اصلا طالبان يلعبون بطرق ذكية على الصعيد العسكري وعلى الصعيد السياسي هم لا يقولون لا اي واحد يريد اجتماع في اوسباكستان يريد اجتماع في موسكو يريد اجتماع في تهران فهم مستعدون لحضور هذه الاجتماعات لكن ينبغي ان لا تكون هذه الاجتماعات برعاية امريكية هذا هو الصور هذا مجرد لكسب الوقت وايضا لتوسيع رقعة علاقات دبلوماسية مع الدول المجاورة المحاذية لافغانستان لكن في نفس الوقت طالبان تواصل زحفها العسكري لاجل ان تكون وضعهم على طاولة المصافات اقوى واحد تفعيل علاقاتها اريد الوقوف سيد مهر عند هذه النقطة طالبان تسعى لتفعيل علاقاتها مع دول الجوار يعني برأيك طالبان بعد السيطرة على معظم الاراضي هل تريد ان تطرح نفسها حركة او حزب سياسي او حاكم بديل للحكومة الحالية يعترف به الجوار انظروا انتم اي واحد يعترف طالبان كحركة او حزب سياسي دوليا الامريكان هناما دخلوا في اتفاق ومفاوضات سلام طويلة اكثر من سنة معنى ذلك هناك شرية دولية لطالبان انهم حزب سياسي ليس فقط مقاتلين عندهم معنى ذلك ادارة ادارة دبلوماسية موجودة هم تعاملوا مع خلال هذه الفترة مع عدة دول من امريكا الى روسيا الى المانيا والصين وباكستان وايران فلا احد يقول الان انها هي حركة ارهابية رغم ان حتى الان اسم الحركة وقادتها على القائمة الارهابية للامريكيين والقائمة الامم المتحدة لكن هم الان حزب سياسي لكن حزب سياسي على اغرار عندهم حتى الان قوة عشكرية موجودة وهي اقوى حزب سياسي واقوى جهة مقاتلة في افغانشتون البعض يحمل الولايات المتحدة مسؤولية ما قالت اليه الامور على الارض ومسؤولية تسليم البلاد لطالبان ما في مفر من الاعتراف بطالبان نعم البعض يحمل الولايات المتحدة مسؤولية ما قالت اليه البلاد الان وايضا مسؤولية تسليم البلاد لطالبان ما تعليقك لا اصلا طالبان اتفقوا امريكان اتفقوا مع طالبان هنا ما بقوا على اتفاقية السلام اننا لن نتدخل في شمونا فالسطان الداخلية لو انتم تبكتتم من السيطرة على افغانستان عسكريا او تفاوضيا هذا الاتفاق كان موجود في نفس الوقت كان هناك تفاهم بينهما ان الحكومة المستقبلية ذات عريضة القاعدة انتقالية لو تمت تشكيلها سيكون رئيس هذه الحكومة الملا عبدالغني بردر الذي هو المسؤول السياسي الاكبر لحركة الطالبان فلأجل ذلك انتم تلاحظون الامريكان لا يهمهم انه ماذا يحدث على السعيد العسكري والصاحة الافغانية ثانيا ان الامريكان ما عندهم مانع لو تدخل افغانستان في هرب احلية لان هرب احلية ايضا تخضم مصلحة الولايات المتحدة لماذا لافغانستان الغير مستقلة الان بعد الانسحاب لا تضر امريكا لكن تضر الصين فلا لا بد ان تضروا في الاعتبار ان السراع العالمي بين الصين والولايات المتحدة ايضا له علاقة بما يجري بالصاحة الافغانية من اسلام باد الكاتب والبحث السياسي علي مهر شكرا جزيلا لك الى ملف سد النهضة الذي يشهد حراكا دبلوماسيا مكثفا حيث قدمت تونس ممثلة المجموعة العربية في مجلس الامن مشروع قرار يدعو اديس بابا الى وقف ملء خزان السد والعودة الى المفاوضات من جانبها حذرت الامم المتحدة من تداعيات الخطوات الاحادية في هذا الملف داعية الاطراف الى العودة للحوار فيما تواصل القاهرة والخرطوم حراكهما قبل اجتماع مجلس الامن المخصص لمناقشة الازمة بسلطة الامر الواقع تدفع اثيوبيا امام مساعي مصر والسودان الدبلوماسية لخلق زخم دولي من اجل ايقاف ما يصفه البلدان بالخطوات الاحادية بشأن ازمة سد النهضة بيانان منفصلان احدهما مصري والاخر سوداني عن وزارتي الري في البلدين بمضمون واحد اثيوبيا اخترت رسميا ببدء المرحلة الثانية من ملء السد وان رفضت القاهرة والخرطوم خطوة اديسا بابا وان اعتبرتها مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث حول الازمة ومع الدخول في الوقت الحرج فان اخر ما يعول عليه المصريون والسودانيون الجلسة الثانية لمجلس الامن المقررة الخميسة المقبل وان كانت لا تبشر باكثر مما قدمته الجلسة الاولى لمجلس الامن حول المسألة ذاتها وان قالت القاهرة في بيان ان وزيري خارجية مصر والسودان التقيال اثنين في نيويورك لاجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الاعضاء في مجلس الامن لحثها على دعم موقف البلدين وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس يتحدث عن اربعة مطالب مشتركة مع مصر حس جميع الاطراف دعوة جميع الاطراف على عدم اتخاذ اجراءات احادية بما فيها الملأة الثانية من غبل اسيوفيا بصورة احادية والنقطة الثالثة هو قبول مبدأ الوساطة لحلحلة النغاطة العالغة المتبقية وهي بالتحديد المسائل الغانونية فيما يلي اتفاق سد النهضة وبعض المسائل الفنية المحدودة مقابل ذلك تعتبر اسيوفيا ان اي تدخل خارجي في المسألة امر غير مرغوب فيه وتسييس لمسألة فنية وهو موقف اديسا بابا من خطاب الجامعة العربية الى الجمعية العامة للعمم المتحدة ومجلس الامن مؤكدة بلسان رئيس وزرائها ابي احمد ان الهدف من السد تلبية الحاجات الكهربائية دون تشكيل تهديد على دولتي المصب ترى اسيوبيا في السد ضرورة لتحقيق التنمية وترى فيه مصر تهديدا حيويا لنحو 97% من مياه الري والشرب وبإعلان بدء المرحلة الثانية لملء السد فان ذلك يعني ان اسيوبيا ضربت بعرض الحائط الموقف المصري والسوداني ماضية نحو فرض امر واقع ما يقلص الخيارات لدى الطرف المقابل للحديث اكثر حول هذا الموضوع اسمح لي ان ارحب بضيفي من القاهرة الدبلوماسي السابق والباخت في القانون الدولي الدكتور عبدالله الاشعل اهلا ومرحبا بك دكتور عبدالله دكتور عبدالله بعد كل الضغوط الدولية التي لم تؤثر في قرار دي سبابا الان هناك مشروع قرار عربي في مجلس الامن ضد الملء الثاني لهذا السد ما مدى تأثيره برأيك في قرار اثيوبيا لم يؤثر مطلق انتقار اثيوبيا لان اثيوبيا متأكدة ان الصين على قل او روسيا سوف تستخدم البيتو ضد هذا المشروع وبالتالي فان اثيوبيا فرضت امرا واقعا بالتعاون مع دول اخرى ضد مصر والسودان وتهديدات مصر والسودان في هذه المرحلة كانت فارغة من اي مضمون الا اذا كانت هذه التهديدات التهديدات السابقة على استنتاج كل طرق التسوية طيب وبالتالي دكتور عبدالله هل تعتقد ان فشل الامم المتحدة ومجلس الامن في ردع اثيوبيا عن الملء الثاني لهذا السد والجلوس على طاولة مفاوضات يعني اتحول تلقائيا الى الخيار الاخير بيد القاهرة والخرطوم وهو الخيار العسكري انا اعتقد ان القاهرة اذا انت تتخذ خيارا عسكريا حاسما لكي ينقذ مصر من اضرار السد فان اضرارا كبيرة ستحدث في المجتمع المصري يعني ضد السلطة وبالتالي فان مشروعية السلطة مرتبط ارتباطا تاما لماذا محافظتها وقدرتها على المحافظة على حياة المصريين لكن دكتور كمتابع يعني خلال الاسبوع الماضي تابعنا رفع لحالة التأهب للقوات الاثيوبية المحيطة بالسد والمتابع لهذا الملف يشعر ان هناك من يقف في ظهر اثيوب يلي يعطيها كل هذه القوة في فرض الامر الواقع على القاهرة القاهرة الكبيرة في افريقيا نعم هي طبعا اسرائيل والولايات المتحدة يقفوا خلف اثيوبية والولايات المتحدة له وجوه متعددة وضع مع مصر ووضع مع اثيوبيا وتحذر القاهرة من استخدام حل عسكري دون ان تقدم بديلا وكأنها تريد للمصريين ان ينتحروا وان يسلموا بالامر الواقع هذا غير صحيح لن يحدث هل اثيوبيا جاهزة لفتح جبهة خارجية وهي تعيش كل هذه الازمات الداخلية اثيوبيا منهارة تماما من الداخل والسد عبارة عن اداة بالاضرار بمصر والسودان وليس له اي منطقة اقتصادية كما تزهم اثيوبيا واذا كانت هناك منافع اخرى ترى اثيوبيا فلتلتزم بان النيل ازرق نهر دولي لها التزامات عليه في الخانون الدولي الى اي درجة دكتور اثبتت ازمة سد النهضة الحالية فشل المنظومة الافريقية في حل المشكلات الداخلية واثبتت انها فشل تماما خصوصا وان الافريقي قام اساسا في المدى الاولى على عدم الاعتراف الحكومات التي تأتي عن غير الطريق التسطول ولكنه تساهل كثيرا في افريقيا فانفلت العيار وبالتالي فان فشل المنظمة الافريقية سيودي بالمنظمة الافريقية فشل امم المتحدة ايضا فيفتح الباب للصراعات الدولية ولن يكون هناك بديل بهذه الصراعات والحرب هي الاداة الوحيدة كما كان في القرن التاسع عشر استخلاص الحقوق ما هو السيناريو المتوقع من حضرتك دكتور انا اتوقع ان القاهرة تستخدم الحل العسكري اما بتخريب بناء السد واما بالهجوم على السد معما كانت تحسنات الاسيوبية ومعما كان من يخفرها لان القيادة المصرية لا تحديث شيئا اخر اذا كانت قد فشلت كل المحاولات مع اسيوب لإثنائها عن تنفيذ جريمتها ضد مصر فان مصر ستدافع نفسها وعن بقائها على الخريط هل القاهرة قادرة على هذا التحرك العسكري دون وجود السودان الى جانبها؟ نعم هي قادرة وشعب المصري كله يحص رئيس بيسي على اتخاذ هذا العمل السودان ترى انها المتضرر هناك اصوات في السودان ومنهم في الحكومة السودانية يرون ان السودان هو المتضرر الاكبر من تطور الامور الى عسكرة هذه الازمة ما تعليقك؟ لا السودان ليس متضررا هو متضرر من استكمال السد يعني وزيرة الخارجية السودانية قالت ان حوالي 20 مليون شخص تعانون من نقص المياه في حالة استكمال السد وملؤه بطريق انتراضية ولكن اذا كان السودان سيعاني منه 20 مليون فان مصر ستختفي عن الخريطة تماما في اول مرة تاريخ اذا هي مسألة حياة او موت بالنسبة للمصريين كما تحدث اكثر من مسؤول مصري حول هذا الملف من القاهرة الدبلوماسي السابق والباحث في القانون الدولي الدكتور عبدالله الاشعل شكرا جزيلا لك اعلن فصيل عراقي يطلق على نفسه اسم لواء ثأر المهندس مسئوليته عن هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية تضم جنودا امريكيين غربي البلاد ما ادى الى ثلاث اصابات وتضرر منازل مجاورة لهذه القاعدة يأتي الهجوم غدا تتعرض مطار اربيل الدولي الذي يتقع او يقع على مقربة من القنصلية الامريكية في اربيل شمال العراق لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة دون ان يصفر عن خسائر بشرية او اضرار مادية بحسب ما اعلنت سلطات الاقليم هذا فيما استهدف هجوم بطائرات مسيرة القاعدة الامريكية في حقل العمر النفطي بدير الزور شرقية سوريا من جديد تشعل طائرات المسيرة والصواريخ اجواء العراق في مسلسل هجمة متكررة على مواقع عسكرية ومصالح امريكية في الاراضي العراقية وتيرة هجمة مرتفعة كان اخرها هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الاسد التي تضم عسكريين امريكيين في محافظة الانبار غربي العراق ادى الى اصابة عدة اشخاص وفقا للمتحدث باسم التحالف الدولي كما تضررت منازل مدنيين واحد المساجد جراء القصف وفي اول رد فعل انتوق الجيش العراقي مكان اطلق الصواريخ وفرض حظرا للتجول على المنطقة فيما ردت القوات الامريكية الموجودة بالقاعدة على مصادر النيران بينما اعلن فصيل عراقي يطلق على نفسه لواء ثأر المهندس مسؤوليته عن اطلاق الصواريخ على قاعدة عين الاسد مؤكدا استهدف القاعدة بثلاثين صاروخا من نوع جراد واصابة الاهداف بدقة عالية الهجوم هو الثاني على القاعدة خلال اثنتين وسبعين ساعة ويأتي عقب ساعات على سهدف مطار اربيل الدولي بطائرات مسيرة حيث تتمركز قوات امريكية دون ان يسفر عن خسائر بشرية او اضرار مادية كما انه يتزمن مع تصاعد الهجمات ضد الاهداف الامريكية في العراق على غرار قصف السفارة وسهدف قوات امريكية تتمركز في مطار بغداد في الاوين الاخيرة هجمات متكررة وصفها التحالف الدولي بانها انتقاص لسيادة العراقية متعهدا بتقديم الدعم لبغداد واربيل للتصدي لها فيما اكدت مصادر حكومية رفضها استخدام الاراضي العراقية ساحة لتصفية حسابات اقليمية بات العراق في مفترق طرق مع رسائل حملتها مسيرات ايرانية تستهدف مصالح واشنطن في العراق وضربات امريكية تستهدف فصائل موالية لايران وهو ما يضع الحكومة العراقية في مأزق ويدفع الى تصعيد محتمل بين واشنطن وتهران ساحته ستكون الاراضي العراقية تعليقا على هذا الموضوع اسمحوا لي ان ارحب بضيفي من بغداد مستشار المركز الاوروبي لمكافحة الارهاب لواء المتقاعد الدكتور عماد علو اهلا ومرحبا بك سيد لواء يعني من يتحمل مسؤولية زيادة الهجمات على المناطق التي تضم القوات الامريكية في العراق بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهديكم الكرام بالحقيقة تصاعد عمليات التعرض وقصف المواقع الامريكية في العراق سواء منها العسكرية او الارتال التي تقدم الدعم اللوجستي لهذه القواعد او حتى الممثليات الدبلوماسية في بغداد او في اربيل بدأ يتصاعد بشكل واضح مع زيادة حدة التوتر والمطالبة من قبل قوى السياسية باخراج القوات الاجنبية من العراق وخصوصا القوات الامريكية التي تعتبرها هذه القوات السياسية انها خرجت عن التفويض الممنوح لها باستخدامها لأسلحتها او لقواتها لضرب هداف عراقية واغتيال بعض القادة العسكريين العراقيين في مراحل سابقة طيب دكتور عماد ألا تعطل هذه الهجمات الخطة الامريكية القاضية بسحب القوات الامريكية من العراق وهذه هي مطالب أيضا الميليشيات التي تقوم الآن بضرب القوات الامريكية يعني ليس بالحقيقة هناك قوة او خطة واضحة لسحب القوات الامريكية ولم تصرح القيادات العسكرية الامريكية بأنها ستسحب قواتها من العراق وإنما كان هناك تصريحات لإعادة التموضع لهذه القوات في عدد من المناطق داخل العراق وخارج العراق النقطة الأخرى أن أغلب البيانات التي صدرت من قبل القيادات الامريكية العسكرية والسياسية كانت تشير بوضوح إلى أنها موجودة بموافقة الحكومة العراقية وهذا دليل على أن الأمريكان متمسكين بالبقاء لمدة طويلة في العراق ويعطون شرعية بقائهم في العراق من خلال موافقة الحكومة العراقية في وقت سابق أثناء هجوم عناصر تنظيم داعش الإرهابي على وجود واستقدام هذه القوات في إطار التحالف الدولي لمواجهة أو الحرب بالتنظيم داعش الإرهابي دكتور البعض يقول أن استهداف مطار أربيل يحمل رسالة من إيران للولايات المتحدة ما تعليق بك؟ يعني هذه مسألة بالحقيقة مسألة جدلية هناك عدد من الفصائل المسلحة العراقية تحاول يعطاء رسائل لضرب التواجد العسكري الأمريكي في أي مكان بعد إعادة تموح إلى سيما في القواعد التي ذهبت إليها هذه القوات في إقليم كردستان مثل قاعدة حرير ومطار أربيل القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار أربيل وفي موقف سياسي بالحقيقة من تعاون حكومة إقليم كردستان مع الجانب الأمريكي لذلك حتى أن هذه الفصائل استهدفت مدينة أربيل في بعض التعرضات التي قامت بها سواء بصواريخ الكاتيوشة أو بالطائرات المسيرة ولذلك في هذه المسألة هناك غلبة للعنصر السياسي أكثر ما هو للعنصر العسكري في إطاره أو في مفهومه الاستراتيجي لذلك أتوقع أن مسألة زيادة وجود القوات الأمريكية في إقليم كردستان سوف تأخذ مدى أكثر مما كان سابقا أيضا بايدن تعهد بمحاربة كل من يتعرض لقواته في المنطقة هل سنشهد ردا أمريكيا أعنف من الذي شهدناه خلال الأسابيع الماضية على الميليشيات الموالية لإيران في كل من العراق وسوريا؟ يعني هذه المسألة واضحة جدا أن هناك تصاعد في حدة المواجهة بين القوات الأمريكية وبين الفصائل المسلحة المدعومة من قبل إيران في العراق وسوريا وعمليات الرد والرد المقابل واضحة بشكل كبير خاصة في الأسابيع القليلة المنصرمة لذلك من المتوقع جدا أن يكون هناك رد أمريكي عنيف خاصة أن القوات الأمريكية أعلنت عن إصابة عدد من عناصرها أو من العناصر العراقية لم يوصح عن جنسياتهم في القصر الأخير الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد جوية في منطقة البغدادي ولذلك مسألة تصعيد المواجهة وزيادة فعالية القوات الأمريكية ونوعية الضربات التي ممكن أن توجهها إلى الفصائل واضح جدا أنها ستكون فعالة وتختلف عن سابقاتها من بغداد مستشار المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب اللواء المتقاعد الدكتور عماد علو شكرا جزيلا لك المجال يستمر معكم ولكن بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت عملية إنتاج معدن اليورانيوم المخصب في خطوة يمكن أن تساعدها في تطوير السلاح النووي من جانبها انتقدت دول أوروبية الخطوة الإيرانية مؤكدة أنها تهدد مساعي إحياء الاتفاق النووي فيما ردت طهران بأنها تستهدف إنتاج الوقود لمفاعل أبحاث وليس لامتلاك أسلحة نووية المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية الهدفة إلى إعادة امتثال البلدين لبنود الاتفاق النووي الموقع بينهما عام 2015 وانسحبت منه واشنطن عام 2018 تنتظرها عقبة كأود ربما تعقد مسار المحادثات أو تنسفها من أساسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن طهران أبلغتها ببدء عملية إنتاج اليورانيوم المخصب بالإسبة 20% ويا خطوة تقول الدول الغربية إنها تساعد إيران في إنتاج سلاح نووي بينما تقول طهران إنها تستهدف إنتاج الوقود لمفاعل أبحاث نووية فحسب الطرف الأوروبي لم يعجبه الإختار الإيراني نهيك بالولايات المتحدة وروسيا إذ قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك إنها تشعر بقلق بلغ إزاء قرار إيران وقالت إن طهران ليست لديها حاجة مدنية يعتد بها في إنتاج معدن اليورانيوم وما قرارها بدء التخصيب سوى خطوة رئيسية على طريق تطوير سلاح نووي فيما حثت الأطراف على العودة إلى المحادثات الولايات المتحدة وعلى لسان المتحدث باسم خارجيتها نيد بريس وصفت الخطوة بأنها مؤسفة وتعيد المسار إلى الوراء من جانب إيران من المثير للقلق اختيار إيران زيادة عدم تنفيذ التزامتها النووية خاصة في ظل التجارب التي تفيد أبحاث الأسلحة النووية هي خطوة للوراء من الجانب الإيراني بينما أظهرنا نياتنا الصادقة واستعدادنا للتعامل مع القضية مثل هذه الخطوات السلزازية لن تمنح إيران أي أفضلية في المفاوضات نحث إيران على وقف سياسة حافة الهاوية والاستعداد لمحادثات حقيقية وفيما تتولى الإدانات للخطوة الإيرانية يظهر في المقابل عدم الرغبة الدولية بإفشال محادثات فيينا برغم تأجيلها يوم العشرين من يونيو الفائت إلى أجل غير مسمى أما السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخايل أولينوف فأضاف إلى تصريحات زعماء العالم أن السبيل الوحيد للخروج من الحلقة المفرغة هو العودة إليها تعليقا على الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من تهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صدقيان أهلا ومرحبا بك دكتور دكتور إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة هل يعني فعلا أن إيران كما يقول الغربة تتقريب من صنع قنبلة نووكات؟ مساء الخير لك ولمشاهدين أنا أعتقد بأن هذا شيء طبيعي بالنسبة لإيران إيران تملك مفاعل موجود في داخل العاصمة الإيرانية طهران هذا المفاعل هو مفاعل بحثي ويستخدم الأغراض السلمية وبالتالي هو يحتاج إلى وقود بنسبة عشرين بالمئة من اليورانيوم المخصب حسب الاتفاق النووي حسب هذا الاتفاق يعني الدول الغربية خمسة زائد واحد هي كانت من المفترض أن تزود إيران بهذا الوقود الآن منذ العام 2016 لحد الآن إيران لم تستلم من هذا الوقود الذي يحتوي على يورانيوم مخصب بنسبة عشرين بالمئة استنادا على العقوبات الأمريكية عندما سحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي فرضت عقوبات وبالتالي إيران تحتاج إلى هذا النوع من الوقود وبالتالي هي الآن مجبرة لأن تصنع هذا الوقود في داخل إيران من أجل استخدامه في مفاعل طهران النووي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا تعلم ذلك وإيران أخبرت الوكالة بأنها تريد أن تنتج وقودا لمفاعل طهران النووي وبالتالي إيران مجبرة الآن لتصنيع أو إنتاج مثل هذا الوقود الذي يحتوي على يورانيوم مخصب بنسبة عشرين بالمئة ورهم الدول الأوروبية التي طالما كانت وسيطا إلى حد ما وسيطا محايدا في هذا الملف لم تتقبل هذا الرفع الإيراني وهذه الرواية الإيرانية وقدمت هذا البيان لاعتراض شديد اللهجة المشكلة الدول الأوروبية مقصرة كثيرا كما أعتقد لأن كلنا يعلم عندما سحب الرئيس ترام من الاتفاق النووي الدول الأوروبية الثلاث هذه الدول الثلاث التي أصدرت هذا البيان اليوم وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذه الدول هي طلبت من إيران البقاء في الاتفاق النووي وعدم الانسحاب من هذا الاتفاق وصمود هذا الاتفاق ووعدت بتفعيل الآلية المالية التجارية التي سميت بإنستيكس من أجل التعامل التجاري مع طهران لم تفعل ذلك وعندما سئلت لماذا لم تفعل هذه الآلية قالت بأن هناك عقوبات أمريكية وبالتالي الدول الأوروبية الثلاث تنصلت من كل مسؤولية حيال إيران وإيران بقت في الاتفاق النووي لم تنسحب من هذا الاتفاق لم يتم بقى الاتفاق صامدا ولم ينهار بناء على وعود الدول الأوروبية لكنها لم تفي بوعدها اليوم الدول الأوروبية تطلب من إيران بعدم إنتاج الوقود الذي يستخدم لمفاعل طهران نووي والدول الأوروبية أيضا لأنه فرنسا تحديدا هي التي كانت مسؤولة عن تزويد إيران بوقود لمفاعل طهران النووي لكنها لم تفعل لأنها تقول بأن هناك عقوبات من الولايات المتحدة وهي لا تستطيع أن تتذرع بهذه الذريعة بأنها لا تستطيع أن تقف أمام العقوبات الأمريكية وبالتالي أنا أعتقد بأن حل هذه المشكلة مشكلة إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران مع الدول الأوروبية حلها بإحياء الاتفاق النووي عندما يحيى الاتفاق النووي إيران تتراجع عن تخصيب الستين بالمئة تتراجع عن تخصيب العشرين بالمئة وبالتالي لا توجد هناك مشكلة المشكلة هنا عملية جميل أنا سأقف عند هذه النقطة وفرضها لعقوبات على كل من يريد أن يتعامل مع إيران إذن إيران تريد الاتفاق النووي وتريد تفعيل الاتفاق النووي إدارة بايدن حثت إيران على وقف اتباع سياسة حافة الهاوية هل تعتقد أن إيران فعلا تتبع هذه السياسة لغاية الآن؟ أم أنها تلقي بكل أوراقها في محاولة للضغط على المجتمع وعلى الدول الغربية؟ لأن إيران فعلا تريد إيجاد حل نهائي وخصوصا للأزمة التي تعيشها داخليا أن يعتقد بأن هناك حاجة إيرانية أولا لهذا الوقود لأن هذا المفاعل يحتاج إلى وقود الآن أما إيران أن تصنع هذا الوقود وأما أن تأخذه من المجموعة الغربية التي هي كما نص عليه الاتفاق النووي من المفترض أن تزود إيران بهذا الوقود الآن لا يوجد غير هذين الاعتمالين القضية الأخرى هل إيران تضغط على الدول الأوروبية؟ نعم إيران تضغط على الدول الأوروبية وعلى الولايات المتحدة بإحياء الاتفاق النووي لأن عملية إحياء الاتفاق النووي تستلزم أن تعود الولايات المتحدة إلى طاولة 5 زائد 1 ولا يمكن للولايات المتحدة العودة إلى طاولة 5 زائد 1 إلا من خلال إلغاء العقوبات التي فرضها ترامب هناك مشكلة هذه المشكلة حتى الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية الجديدة كلهم يقولون يقولون بأن هناك مشكلة وضعنا فيها الرئيس ترامب وحتى في مؤتمر G7 الرئيس بايدن قال بشكل واضح بأننا نريد أن نعود إلى المصداقية الأمريكية الرئيس بايدن عمل كثير من الأخطاء الآن إيران لا تريد أن تدفع ضريبة أخطاء وقع فيها الرئيس الأمريكي السابق درالد ترامب المشكلة أن الإدارة الحالية إدارة بايدن هي لا تريد الآن إحياء الاتفاق إلا بشروط وإيران لا تقبل بهذه الشروط إيران هم من جانبها تريد أن تحصل على ما تريده وما تحتاجه من وقود لتشغيل مفاعل طهران النووي وهي في ذات الوقت كما أعتقد بأنها تريد الضغط على الدول الأوروبية والولايات المتحدة من أجل إحياء الاتفاق النووي الذي كان على أساس رابح رابح ويصب بمصلحة الجميع من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صدقيان شكرا جزيلا لك إلى جولة في أهم الأخبار الإقليمية والدولية باختصار انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا بشأن سوريا في كازغستان بمشاركة دولية وأممية وملف المساعدات الإنسانية وإدلب على الطاولة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تعلن نزوح نحو 41 ألف شخص بسبب الصراع المستمر في اليمن منذ بداية العام الجاري القاهرة تفرج عن سفينة إيفرغيفن المحتجزة منذ نهاية مارس مع دا إبرام السلطات المصرية اتفاقية تعويض مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة رئيس المجلس الأوروبي شارلز ميشيل يقول إن الاتحاد الأوروبي سيواصل بناء سياسته تجاه تركيا على أساس إقامة علاقات متوازنة ومستدامة نيجيريا تعلن اختطاف مائة وخمسة وعشرين طالبا بعد هجوم نفذه مسلحون على مدرسة مسيحية في ولاية كادونا في عاشر وقعة للاختطاف أو واقعة اختطاف جماعي منذ ديسمبر الماضي خبير أممي يتهم جيش ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ الانقلاب ويدعو المجتمع الدولي إلى بدل المزيد من الجهود لوقف الانتهاكات منظمة صحة العالمية تحذر من ارتفاع عدد إصابات كورونا في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب زيادة السفر وانخفاض الحماية ومحدودية التطعيم اختال مسلحون مجهولون رئيس هايتي جوفانيل مويز في منزله حسب ما أعلن رئيس الوزراء قلود جوزيف الذي يتولى مهام قيادة البلاد وأضاف جوزيف أن زوجة الرئيس أصيبت في الهجوم ونقلت إلى المستشفى داعياً في الوقت نفسه المواطنين إلى الهدوء تولى مويز رئاسة هايتي منذ عام 2017 وتعرض أكثر من مرة لمحاولة اغتيال وكذا محاولة انقلاب قبل أسابيع المزيد حول رئيس هايتي الراحل في التقرير التالي جوفانيل مويز رئيس هايتي الراحل ولد عام 1968 بمدينة ترودو نورد بعد دراسته بالمرحلة الثانوية التحق بالكلية الكندية الهايتية بالعاصمة بورتو أوبرينز حيث تخرج فيها عام 1988 بعد التخرج انخرط مويز في العمل التجاري حيث عمل في مجال الاستيراد كما نجح في تجارة الموز وتصديره إلى أوروبا خاصة إلى ألمانيا ولقب برجل الموز حياته السياسية بدأت عام 2015 حينما أعلن رئيس البلاد حينها ميشيل مارتلي ترشيح جوفينيل مويز عن حزب تيت كالي الحاكم في انتخابات الرئاسة ليحصل على أكثر من 32% من الأصوات في الجولة الأولى وفي جولة الإعادة التي أجريت عام 2016 تمكن مويز من حصد 55% من مجمل الأصوات مع نسبة مشاركة بلغت 21% من مجمل الناخبين في البلاد ليتسلم جوفونيل مويز منصب رئاسة هاييتي في السابع من يناير عام 2017 لم يتمكن مويز من تحسين أوضاع البلاد اقتصاديا وتدهورت الأوضاع المعيشية في هاييتي يوما بعد يوم وتزايلت عمليات الخطف للحصول على فدية وخلال عهده توالى على البلاد سبعة رؤساء حكومة في أربع سنوات فقط ما دفع المعارضة إلى مطالبته بالرحيل والتشكيك في شرعيته عام 2018 اشتدت الأزمة السياسية في البلاد بعد إرجاء الانتخابات التشريعية والمحلية إضافة إلى ذلك تم إرجاء استفتاء على الدستور مرتين بسبب جائحة كورونا وفي السابع من يوليو عام 2021 قتل جوفونيل مويز في مقر إقامته بالعاصمة بورتو برينز من قبل مسلحين مجهولين وهو في الثالثة والخمسين من عمره وصلنا إلى المجال الرقمي وآخر ما تدوله رواد المنصات الرقمية لهذا اليوم مع رشال حلبي تفضل يا رشال شكرا لك محمد أهلا بكم أزمة سد النهضة تشغل الناشطين في المنصات الرقمية وردود الفعل تباينت بين تأييد إثيوبي للملء الثاني وإصرار مصري على مواجهة التعنط الإثيوبي وقلق سوداني مما ستقول إليه الأمور بكثير من التحدي والإصرار غرد الإثيوبيون عن السد وملئه يقول إثيوبيون نحن نملأ السد بغض النظر عن وكيل مصر جبهة تحرير شعب تغراي ورغم كل الصعاب والضغوط العالمية ويشدد ناشطون على أن الإثيوبيا كامل الحق في استخدام مواردها الطبيعية لإعالة شعبها وعلى أن ملء السد أكثر أهمية لشعب إثيوبيا من أي قرار للأمم المتحدة فيما رأى آخرون أن التوتر زاد عقب تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لإثيوبيا قائلين ارفعوا أيديكم عن إثيوبيا لا نحتاجكم ويروي إثيوبيون حلمهم الذي رودهم منذ مئات السنين وهم يشاهدون تضفق مياه النهر ورغبتهم في تسخيرها لصالحهم وصل تشديد على أن سد النهضة الإثيوبي الكبير هو مشروع بني على أرض الإثيوبيين وعلى نهرهم وبأموالهم الخاصة مع احترام جميع القوانين الدولية تغريدات الإثيوبيين أتت أيضا على ذكر مصر يشدد إثيوبيون على أن المصريين لا يملكون نهر النيل قائلين أن على مصر أن تتعلم كيف تكافح وتستفيد من مواردها بدلا من الوقوف ضد مصالح الآخرين فيما يعتبر ناشطون أن السياسات مصر قوضت كل الجهود المبذولة لتوسط في اتفاق بشأن سد النهضة ليقول مغردون أن إثيوبيا ستستخدم نهر النيل لتزويد 60 مليون إثيوبي بالكهرباء بموافقة مصر أو بدونها تغريدات ومواقف عدة كانت حاضرة من بلدان إفريقية مختلفة مغرد من كينيا قال أن إفريقيا بأكملها وراء الإثيوبيين الذين يسهمون في مجد إثيوبيا عبر بناء سد النهضة فيما غرد ناشط من جيبوتي معتبرا أن إثيوبيا ستسهم في حل مشكلة حوالي 400 ألف شخص يحتاجون الكهرباء في بلاده مشددا على أن سد النهضة سيغير منطقة القرن الإفريقي في المقابل كان التفاعل المصري حاضرا مصريون دشنوا هاشتاغ النيل حياة المصريين في ظل دعوات لتكثيف التغريد عبره حتى موعد نقادة مجلس الأمن الدولي بخصوص سد النهضة كي يصل صوت المصريين عالميا في وجه التعنت الإثيوبي في الملف فيما قال آخرون أنه لا دعية للقلق وأنهم يثقون بقدرات بلادهم على التعامل مع هذا الملف وأيضا مصريون دعوات الاستفاف الوطني لمواجهة التحدي الإثيوبي في هذه المرحلة معتبرين أنه في اللحظات المصرية لا توجد حكومة ومعارضة وإنما شعب موحد للدفاع عن وجوده وحماية مستقبله يعترض البعض قائلا أن الاستفاف الوطني يجب أن يكون لمحاسبة المسؤولين عن هذا الملف في الحكومة المصرية متسائلين أين كنتم قبل بدء إثيوبي العمل في هذا المشروع وفي الفضاء السوداني تغريدات وأراء عديدة يعتبر السودانيون أن المشكلة أن السودانيين لا يعرفون مصلحتهم وأن على الحكومة أن تتعامل بالمصلحة الشخصية أولا ثم وفق علاقات الجوار فيما يرى آخرون أن إثيوبي تعمل منفردة وباستفزاز المقصود لشعوب دول مصاب بالنهر مما يثير غضبهم مضيفين نجوا من إثيوبي وقف هذا العمل والنزول إلى الأرض والعمل سويا من أجل المصلحة العامة فيما يعتبر السودانيون أن أي قرار مرتبط بأزمة سد النهضة ليس قرار المجلس الانتقالي بل هو مفروض عليهم لتقول ناشطة سودانية أنه في حال وقوع منواشات أو حرب بشأن سد النهضة فإن بلادها ستكون متضرر الأكبر نهاية المجال الرقمي لهذا اليوم وعودة إليك محمد شكرا لك رشا تعيش أسرة المعتقل الفلسطيني لدى إسرائيل الغضنفر أبو عطوان حالة نفسية صعبة بسبب القلق المتزاهد على حياة ابنها المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 64 يوما وينتظر بيت أبو عطوان خبر الإفراج عنه في ظل مطالبات حكومية فلسطينية للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقل البالغ من العمر 28 عاما قصة الغضنفر في التقرير التالي كأم لما شفت ابني أنا انصدمت لأنه المكان الموجود فيه والوضع اللي ابني فيه انصدمت بس حوالت قد ما أقدر إني أنا أكون قوية قدامه عشان أنا ويقوم فيي لأنه الإنسان أو الإبن بضعف من ضعف أمه بس أنا هاي الشغلة حوالت إني قد ما أقدر إني أكون قوية عشان هو يقوم لما شافني أنا قوله معاي وأنا الحمد لله قويته وعطيته عزيمي وقريت عليه قرآن دعيت له وخليته يعني يغير الجو اللي موفي بس أنا طبعاً من جوه قلبي قلبي دموعي بنزم قلبي بنزم على إبني طيح إحنا إنا تقريباً شهر لا طبيخ ولا حالتنا النفسي صعبة جداً لو تتطلع لأولادي إحنا اليوم إنا باليوم ثلاثة أيام صايمين دعمنا إبني وشوف إبني شو المعانا البعنيئة وشو هو كيف بصير مع إضرابه وإحنا كنا صايمين وأغلب عنا هون صايمين معانا دعم لأبني أنا بدي إبني حريته بدي إبني روى علي منتصر رافع راسه وما بدي إبني روى علي بتابنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهذا نأتي إلى ختام مجالنا لهذا اليوم الذي ناقشنا فيه أفغانستان القلق الإقليمي من تدهور الوضع الأمني وسد النهضة القاهرة والخرطوم التي تحشدان دبلوماسياً والعراق والهجمات المكثفة التي تستهدف القوات الأمريكية شكراً على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة